اهلا وسهلا بكل متابعيني ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين النهاردة بقى هعمل لكم كفتة الفراخ اسمعوا الصوت بجد تحفة جدا هعمل لكم من ربع كيلو فراخ هعمل لكم وصفة حلوة اوي سهلة وسريعة وبسيطة وهتنجح معاك من اول مرة من ربع كيلو فراخ هتعملي وجبة متكاملة بجد الوصفة طعمها طحفة جدا وهتعجبكو جدا امشوا على نفس الخطوات وهتطلع معاكو بنفس النتيجة يلا هنقول بسم الله ونشوفها تعملت ازاي اول حاجة عندنا ربع كيلو فراخ هم حط عليها معلقة لبن وملح وفلفل ومعلقة صغيرة كاب الفراخ دينا متبلها ممكن تستغنى عن الخطوة دي وتستعمليها على طول وعندي هنا معلقتين كبار بقصمات ومعلقتين كبار دي ايه والتوابل اللي هلحتاجها ملح وفلفل وكاري وبابريكا ونص مكعب مرأة ماجي وبهارات فراخ هحطهم برضه على الفراخ وعندي هنا عيش انا هستعمل واحد بس هاخد منه الابيض اللي فيه هستبعد اللون الغمي اللي فيه وهستعمل الابيض اللي فيه بس هاخلطهم بقى كويس جدا لغاية ما تتحن معي نعمة جدا وكده يا جهزة معي هاجي بقى للحش وعندي هنا بطاطستين حجمهم وسط سلقتهم وبعدين هرستهم كده نعم جدا هحط عليهم التوابل بقى ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وتوم بودر وبصل بودر هاخلطهم بقى للبطاطس كويس جدا وكده يا جهزة معي هاجي بقى هنا الفراخ اللي انا عملتها والبطاطس اللي هحش بيها هاخد بقى كده معلقة كبيرة من الفراخ وهفردها كويس جدا انا دهنت اللي استردش اللي انا هفرد عليه الفراخ بالزيت هحشيها بقى بحشوة البطاطس اللي انا عملتها معاكم وهحط عليها قطعة من الجبنة المتزغلة طبعا لو مش عندك استغني عنها وحطي اي نوع جبنة انت بتفضليها وممكن تستغني عن الجبنة خالص وتكتفي بس بحشوة البطاطس هقفلها بقى كويس جدا كده وهقفلها بس شكلها هي كده جهزة معي هعمل برضو واحدة كمان هجيب كتعة من الفراخ وهفردها كويس جدا وهحط فيها حشوة البطاطس وحطت عليها برضو الجبنة المتزغلة وهقفلها كويس جدا بس شكلها كده هي جهزة معي بعد ما خلصت الكمية كلها ده شكلهم هحطهم بقى في الفريزر لمدة ساعة وبعدين هجيب هنا بقى عندي كوباية من اللبن هحط فيها ملح وفلفل أصمر وعندي هنا بقى نص كوباية من الدقيق ونص كوباية من الفيجيتار هجيب بقى الكفتة اللي احنا عملناها وهحطها في اللبن الأول وبعدين في الفيجيتار وهغطيها كويس جدا بقى وكده هي جهزة معي هعمل كل الكمية بنفس الطريقة هنا بقى هجيب بعد ما خلصت الكمية كلها هجيب زيت وهقليها فيه بصي شكلها بقى بعد ما خلصتها بجد تحفة جدا حاجة سهلة وسريعة وهتهجي بالأولاد جدا أتمنى بقى تجربوها عشان هتعجبكوا جدا وهتهجي بالأولاد جدا جربوها واشتركوا بقى في قناتي سمر حجاج وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا إشعار بكل فيديو جديد بنزله